الديغي ديغتي والحي حي وألا يمشر على الديوان حي مهما تنوعت نظمه ومسمياته وتلون إيقاعه وتعددت أنماطه فقد أبرز تفاصيل تاريخ نضالنا بكافة فصوله ومراحله ولخصوصية المجتمع الفلسطيني وتعدد لهجاته وخصوبة ثقافته ووعيه وهو الرزح تحت نير الاحتلال لقرون طويلة كبير الأثر في تميز الشعر الشعبي الفلسطيني بمضامينه ومتنه العميق ومعانيه العالية التي تحث على القيم النبيلة ومكارم الأخلاق والرجول وحفظ تعاليم الدين الحنيف وبر الوالدين وعدم التفريط في الثوابط الوطنية والأخلاقية وغير ذلك من جوانب الحياة النبيلة الشعر الشعبي جزء أصيل من تكوين الفلسطيني المولع أصلا بشغف المعرفة وسعة المدارك وهو صاحب القريحة المتقدة بلاغة وإبداعة وقد طور الفلسطيني تاريخيا أدواته الشعرية تماشيا مع تطوره الاجتماعي والحضاري وهو صاحب الانجازات الثقافية المتميزة ولذلك امتاز الشعر الشعبي الفلسطيني بالتنوع اللامحدود التي منحه كل هذا البهاء والشعر الشعبي متنوع متعدد الأنماط والقوالب وهو الممتد من غور النهر إلى شاطئ البحر ويمثل النغمة السحرية التي تتصاعد مع النفس البشرية وتسمو بها عالية